السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعين صفحة الورشة وقناة الورشة وصفحة بسيطة هعلمها لك. النهاردة اوريكم اه لو عندي بوتجاز في عين مقفولة او عين مش شغالة او عين بايزة اعالج المشكلة دي ازاي. ببساطة جدا هنشوف مع بعضين. اول حاجة لو جربنا البوتجاز بتاعي ده. هلاحظ ان العيون هي بتولع. عندي العين اللي في النص دي ما بيتولعش. يبقى عندي كله بيولع معادة دي اللي في النص اهي. كله شغال دلوقتي معادة العين اللي في النص زي ما حضراتكم شايفين كده. هقريكم ازاي هنحل مشكلتها بكل بساطة. تابعون. ساقبل ما اكمل الفيديو انا عاوز منكم طلب بسيط خالص. اعمل متابعة للصفحة. ولو انت داخل عن طريق القناة بقينا ربعمية ربعمية مشترك بس. ونكمل ميت الف عشان ناخد الدرع الفضي. اعملوا ده بسرعة. لو متعرفش صفحتنا الكبيرة كمان ندخل الشرك عليها الورشة عليها ربعمية تلاتة وتمين الف. ويلا بينا بقى نحل مشكلة البيتاجاج. يلا بنا يا جماعة نشوف بقى هنعمل ايه في العين اللي بايزة دي. او اللي مش شغاله. بكل بساطة انا هفكوا دول. شايفين الفتحات دي. دي لازم يا جماعة تكون نظيفة جدا. هااا. اكد على حضراتكم لازم. كل فترة نأكد على. تنظيف الفتحات دي. ما يكونش فيها اي رواسب. عشان دي اللي بتسبب لي. اغلب المشاكل. هنجيب قبل البتاجاج كده. دي بتتباع بجنيه ولا باتنين جنيه. ودايما هنأكد على الفتحات دي ان هي تكون ايه آه نضيفة بالمنظر ده. كمان عندي الفنية بتاعت البوتجاز اللي هي هنا هي. هحاول اسقط فيها الابرة بس مش هضغط على الابرة. مش هضغط على الابرة. هخليها بس تسقط صنة كده وهبدأ احركها. وهفتح العين. اول ما بدأ اسمح صوت الغاز. خلاص يبقى كده. اتحلت المشكلة. انا كده اسمح صوت الغاز. الغاز بدأ يطلع. ان شاء الله هتكون اتحلت المشكلة. انا بس نضفت مكان العين. وهوريكم دلوقتي هنشغل البوتجاز مع بعضينا. ان شاء الله هلاقي المشكلة اكيد. بازن الله هتكون اتحلت. اتحلت مشكلة العين البوتجاز اللي كانت مش معلعة. لو عندي اي واحدة بدول فيها نفس المشكلة. اقدر اتكرر معهم نفس الطريقة. يريد بلاشي استخدام اي مسحيق اه على الفواني. الفنية لو بتخلي الاطباقة او الحلل اه يجع عليها اتغير لونها الاسود. دي كده لازم تتغير. شفت الفنية اللي كنا بنضافها دي بنفكها وبنغيرها بواحدة جديدة بتتحل المشكلة اه بازن الله. ده كان الفيديو بتاع النهاردة اشوفكم في فيديو جديد.